دشن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية توزيع مستلزمات دفء الشتاء على قوات اليش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمحافظة تعز بدعم من الشيخ حمود المخلافي ويستهدف المشروع توزيع مستلزمات شتوية على أفراد اليش الوطني والمقاومة المرابطين في جبهات القتال بالمحافظة وخلال التجسين أكد الناطق الإعلامي للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية عبدالله حسن ضرورة مساندة اليش الوطني والمقاومة المرابطين في الجبهات لجميع أشكال الدعم المعنوي والمادي إن إخوانكم في قيادة مجلس المقاومة الشعبية بمحافظة تعز وهم يقفون إلى جانبكم في مواطن العز والشرف فإنهم لم ولن يتوانوا عن السير معكم على نفس الخطأ والأهداف الوطنية العظيمة التي رسمناها سويا بدمائنا وتضحياتنا في كل شبر من أرض تعز الطاهرة وعلى كافة تراب وطننا الحبيب فإنه يسعدنا ويشرفنا أن نقدم إليكم وإلى إخواننا المرابطين والصامدين في جبهات العزة والكرامة هذه الملابس الشتوية المكونة من ثلاثة ألف قاكت وبقامة شتوية والذي نرقو أن يتبعها حملات أخرى متعددة قياما بواقبكم وتعزيزا لصمودكم هذا اليوم تسلمنا عدد من البقامات والقاكتات دفع الشتاء لأبطال المرابطين في القبهة الشرقية وبالذات في المناطق المرتفعة مثل قبل الكريفات وجبل لوزم ومناطق صبر نشكر الشيخ حمود المخلافي رئيس المجلس الأعلى المقاومة على هذا الدعم السخلي الأبطال الذين هم في أمس الحاقة لمثل هذه الأشياء في مثل هذه الأيام الباردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر